أهلاً وسهلاً بكل طلب الثالث سنوي في مادة النحياء الجميلة النهاردة هنشرح الجزء الثاني من درس الدعامة في الإنسان واللي هيكون عن الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي للجهاز العظمي بيتكون من الحزام الصدري والطرفين العلويين والحزام الحوضي والطرفين السفليين فمبدئياً كده تعالى نوضح الحزام الصدري والطرفين العلويين الحزام الصدري بيتكون من نصفين متماثلين كل نصف منهم بيتكون من عظمة لوح الكتف وعظمة الترقوة عظمة الترقوة هي عبارة عن عظمة رفيعة باطنية وباطنية يعني موجودة جهة الأمام جهة البطن والترقوة بتتصل من الأمام بعظمة القص ومن الجانب بتتصل بعظمة لوح الكتف وعظمة لوح الكتف هي عظمة ظهرية يعني عظمة خلفية جهة الظهر وبتكون مسلسة الشكل وطرفها الداخلي بيكون عريض والخارجي بيكون مدبب وبيحتوي على نتوه بتتصل به عظمة التركوة عظمة لوح الكتف بتحتوي على تجويف اسمه التجويف الأروح والتجويف الأروح ده بيكون موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف وبيستقر فيه رأس عظمة العدد علشان يكون مفصل الكتف وبالتاني بيكون إجمالي عدد العظام المكونة لحزام الكتف في الجانبين أربع عظام وهم اتنين توقوة واثنين لوح كتف وعدد العظام المكونة لمفصل الكتف في الجانب الواحد اتنين وهم عظمة لوح الكتف وعظمة العدد نجي بعد كده للطرفين العلويين بيتكون كل طرف علوي من عظمة العدد ودي عظمة بتبدأ برأس بيستكر في التجويف الأروح وبيكون موجود أسفالها نتوه داخلي بعد كده الساعد والساعد بيتكون من عظمتين اللي هم عظمة الزند وعظمة الكعبرة والزند دي عظمة بيحتوي طرفها العلوي على تجويف بيستكر فيه النتوء الداخلي للعدد والكعبرة هي بتكون أصغر حجما من الزند وبتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بعد كده بيكون فيه عظام اليد وعظام اليد بتشمل كل من رزق اليد وراحة اليد وأصابع اليد رزق اليد بيتكون من طمع عظام في صفين بيتصل طرفهم العلوي بالطرف السفلي للكعبرة وعظام رزق اليد مش بيكون متصلين بعظمة الزند والطرف السفلي لعظام رزق اليد بيكون متصل بعظام راحة اليد وعدد عظام راحة اليد وهم خمس عظام رفيعة ومستطيلة بتؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة بعد كده عصابع اليد الخمسة وأصابع اليد الخمسة بيتكون كل منهما من ثلاث سلميات رفيعة معادة صباعي لبهان بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون مجموعة عظام الطرف العلوي الواحد هما ثلاثين عظمة وهم عظمة العدد وعظمطي الساعد اللي هما عظمة الكعبرة والزند وعظام اليد بيكون ثمانية في رزق اليد وخمسة في راحة اليد واربعتاشر سلمية فبيكون الإجمال كله ثلاثين عظمة وفي الوضع التشريحي بتكون عظمة الكعبرة جات الخارج في نفس جات إصبع اليد ولما بتتحرك عظمة الكعبرة حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بتظهر الكعبرة متقطعة مع عظمة الزند على شكل حرف الـ X وعدد العظام المكونة لمفصل القوع بيكونوا ثلاث عظام وهم العدد والكعبرة والزند نجي بعد كده للحزام الحوضي والطرفين السفليين الحزام الحوضي بيتكون من نصفين متماثلين بيلتحمين مع بعض من الناحية الباطنية في منطقة اسمها الارتفاق العاني والارتفاق العاني هو عبارة عن نسيج بيشكل موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين في الناحية الباطنية الأممية وبيتكون كل نصف منهم من الحرقوفة الزهرية والعانة والورك حيث أن عظمة الحرقوفة الزهرية بتتصل من الناحية الباطنية الأممية بعضمة العانة ومن الناحية الباطنية الخلفية بعضمة الورك وبيكون موجود تجويف عميكة عند موضع اتصال عظام الحرقوفة والورك والعانة والتجويف ده بيسمى تجويف الحقي وبيستكر فيه رأس عظمة الفاخد علشان يكون مفصل الفاخد عظام كل نصف من النصفين بتلتحم مع بعضها مكونة عظمة واحدة وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الحوض اللي هم عظمتاي الحزام الحوضي اللي موجودين على الجانبين زايد عظمة العجز زايد عظمة العصص وسريعا كده تعالى نشوف الفرق ما بين الحوض في الزكر والحوض في الأنسة عظام الحوض في الأنسة بتكون أقل قوة وتجويف الحوض في الأنسة بيكون أكثر اتساعم من تجويف الحوض في الزكر علشان تلاقي مع عملية الحمل والولادة بعد كده الطرفين السفليين وكل طرف منهم بيتكون من الفاخد وده عبارة على العظمة بتبدأ برأس بيستكر فيه التجويف الحقي اللي بيكون مفصل الفاخد وبيكون موجود في أسفلها نطوئين كبيرين بيتصلوا بالصاق عند مفصل الرجبة اللي بيكون موجود قدامه عظمة الرطفة والرطفة هي عبارة عن عظمة صغيرة مستديرة الشكل وبتكون موجودة قدام مفصل الرجبة بعد الفاخد بيكون فيه الصاق وبيتكون من عظمتي وهم القصبة ودي العظمة الداخلية والشازية ودي العظمة الخارجية بعد الصاق بيكون فيه عظام القدم وبيشمل كل من رزغ القدم ومشط القدم وأصابع القدم رزغ القدم بيتكون من سبع عظام غير منتظمة الشكل أكبرها هي العظمة الخلفية اللي بتكون قعب القدم ومشط القدم بيتكون من خمس عظام رفيعة وطويلة بتنتهي كل منها بالأصابع وأصابع القدم مما خمس أصابع بيتكون كل منها من ثلاث سلميات رفيعة مع عادة صباع الابهام اللي بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الطرف السفلي في الجانب الواحد ثلاثين عظمة وهم عظمة واحدة اللي هي عظمة الفغت وبعد كده عظمة الرطفة وعظمتي الصاق اللي هي الكسب والشازية زائد عظام القدم اللي هم سبعة في رزغ القدم زائد خمسة مشط القدم زائد 14 سلمية في أصابع القدم وبيكون أقل العظام تأثيرا على حركة الجزء السفلي للطرف السفلي هي عظمة الشازية وبيكون إجمالي عدد العظام المكونة لمفصل الرجبة ثلاث عظام وهم عظمة الفغز زائد الرطفة زائد القصبة وبيكون إجمالي عدد التجويف الموجودة في الهيكل الطرفي كله هم 6 تجويف وهم بالترتيب 2 تجويف أروح في الجانبين و2 تجويف حقي في منطقة الحوض وتجويفين موجودين في عظمتي الزند وتعالى كده نشوف شوية ملحوظات على الهيكل الطرفي عندنا أول حاجة موضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية البطنية الأمامية بيكون الارتفاق العاني وموضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية الزهرية الخلفية هم الفقرات العجزية وأي طرف سواء كان علوي أو سفلي بيتكون من 30 عظمة وده بسبب زيادة عظمة الرطفة في الطرف السفلي مع نقص عظمة من رزق القدم السفلي وبالتالي بيكون العدد متساوي ومفصل الرجبة هو أكبر مفاصل الجسم وأقصرها تعقيدا ومفصل الكتف هو أكثر مفاصل الجسم المرونة علشان كده بيكون عرضة للخلع بصورة مستمرة ومفصل الفاغد بيكون أكثر استقرارا من مفصل الكتف لأن التجويف الحقي الموجود في مفصل الفاغد هو أكثر عنقا متساعا من التجويف الأروح في مفصل الكتف ومن أنواع العظام في جسم الإنسان عندنا عظام طويلة ودي بتكون استوانية التركيب ومجوفة ولها نهايتين عند كل طرف زي العدد والفاغد وعظمة القصبة والنوع الثاني عظام مسطحة ودي بتكون مفلطحة الشكل وعريضة زي لوح الكتف والقص وعظام الجمجمة والنوع الثالث عظام قصيرة ودي بتكون عظام قوية ومتينة وأبعادها بتكون متساوية نسبيا زي عظمة الرطفة والنوع الرابع العظام الغير منتظمة ودي بتكون مختلفة في الشكل والأبعاد زي الفقرات وعظمة التركوة بتنتمي إلى العظام الطويلة ولكنها بتكون العظمة الطويلة الوحيدة الموجودة في الوضع الأفقي في جسم الإنسان والباعي بيكون ممتد بشكل رأسي ولكنيجي نعمل مقارنة كده ما بين عظمة الكعبرة وعظمة الزند من حيث الحجم عظمة الكعبرة بتكون أصغر حجما وعظمة الزند بتكون أكبر حجما ومن حيث الحركة عظمة الكعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند وعظمة الزند بتكون ثابتة وغير متحركة ومن حيث الاتصال برزغ اليد عظمة الكعبرة بتتصل من الأسفل بالطرف العلوي لرزغ اليد وعظمة الزند لا تتصل بعظام رزغ اليد ومن حيث الوضع التشريحي عضلة الكعبرة بتكون موجودة جهة الخارج وعضلة الزند بتكون موجودة جهة الداخل اشتركوا في القناة